بسم الله الرحمن الرحيم معكم المهندس عامر خطيب محاضر برنامج SolidCamp الدورة مؤلفة من قسمين قسم الأول بيشرح عمليات التفريز قسم الثاني بيشرح عمليات الاخراطة بإجمالي 40 ساعة تسجيل 71 درس محتوى الدورة بتدينا بشرح كيفية استدعاء قوامل برنامج SolidCamp طريقة انتقالنا من بيئة SolidWorks لبيئة SolidCamp شرحنا أمامنا البوست بروسيسور طريقة تعريف البوست بروسيسور تعريف بوست بروسيسور جديد لبرنامج SolidCamp بعدين انتقالنا لتعريف الكوردينيات سيستم طريقة تعريف صفر المجهولة شرحنا جميع طرق تعريف المادة الخام طرق تعريف الستوك تعريف التارجيت شكل مجهول النهائي وطريقة تخريج جي كود مقارنة جي كود الناتج عن برنامج SolidCamp بالطريقة اليدوية بعدين انتقالنا لعمليات التفريز شرحنا جميع الأوامر المتعلقة بعمليات تشغيل محورين ونص 3 محاور 3D HSR 3D HSN و3D HSS بالإضافة لل2DI Machine وال3DI Machine وعمليات تشغيل كتابة لل2D وبالإضافة لل3D وتم شرح الأربع محاور النوع الأول الانديكس النوع الثاني السيملتينيس وانهينا عمليات التفريز بشرح عمليات تشغيل متعلقة بالخمس محاور بعدين انتقلنا لعمليات القراطة باستخدام المحورين X و Z بالإضافة للمحور C بسم الله الرحمن الرحيم هذا الدرس رحكون الدرس الأول من كورس برنامج SolidCamp الدرس الأول رحكون عبارة عن مقدمة رح نشرح فيها واجهة البرنامج بشكل بسيط وشكل سريع ونتعرف على محتوى الكورس وفي بعض الملاحظات رح أشرحها بشكل سريع بالنسبة لمحتوى الكورس رح نشرح عمليات التفريز عمليات الميلنج وعمليات الخراطة بالنسبة لعمليات الميلنج رح نستعرض محورين ونص إضافة لثلاث محاور وأربع محاور وخمس محاور إضافة لل I-Machine 2D و I-Machine 3D بعمليات التفريز عمنا نحن إضافة بالSolidCam I-Machine 2D و I-Machine 3D بقى ما ننتهي من عمليات الميلنج رح ننتهي لعمليات الخراطة هاي بالنسبة لمحتوى الكورس أما بالنسبة للملاحظات الملاحظة الأولى عندنا هم الحوصلين مهمات الملاحظة الأولى برنامج SolidCam برنامج منفصل تماماً عن برنامج SolidWorks يعني بإمكاننا نحن نفتح برنامج الكام باستخدام برنامج SolidWorks أو باستخدام برنامج Infanter يعني في بعض الناس بتفكر أنه برنامج SolidCam هو الإضافة اللي نزلت مع SolidWorks ابتداء من نسخة 2018 نحن لو ضغطنا على هذا السهم الموجود جانب المسلم Add ابتداء من نسخة SolidWorks 2018 أصبح نحن بإمكاننا نسطم مع البرنامج SolidWorksCam 2018 لكن نحن مهذا البرنامج اللي رح نشتغل عليه البرنامج اللي رح نشتغل عليه هو SolidCam نحن لو انتقلنا الصفحة الرسمية للبرنامج SolidCam تأسيس شركة SolidCam من عام 1984 تأسيس الشركة 1984 لكن SolidWorksCam نزل ابتداء من 2018 لاحظوا تاريخ التأسيس 1984 لو انتقلنا الصفحة الرسمية لاحظوا عننا هون البرنامج الكام بإمكاننا نفتحه باستخدام SolidWorks SolidCam وباستخدام برنامج الإنفانتور طبعا نفس النوافذ ونفس القوام ونفس الأدادات اللي رح تظهر عننا برنامج SolidCam هي نفسها رح تظهر باستخدام الإنفانتور كام طبعا بإمكاننا هون نسجل حساب كطالب وننزل البرنامج ونشتغل عليه بشكل طبيعي في حال نزلنا النسخة لطالب واشتغلنا عليه جميع الأوامر رح تكون نشطة لكن باستثناء استخراجنا الجي كود ما رح نحسن استخرج الجي كود في حال نحن اشترينا البرنامج يعني حصلنا على البرنامج بشكل رسمي ودفعنا سعره للشركة بإمكاننا نحن نستخدم الجي كود وعندنا جميع الأوامر منشطة نفس الأمر بنطبق في حال نحن تسجلنا بهذا الموقع واخدنا البرنامج لطالب يعني حصلنا على البرنامج لطالب بإمكاننا نستخدم جميع الأوامر الموجودة داخل البرنامج باستثناء استخراجنا للجي كود رح يكون لعندنا الجي كود غير منشط هاي بالنسبة للسوليد كام اما بالنسبة للملاحظة التانية في بعض الادعاء تقول انه مثلا برنامج اكس نحن رح نسمي برنامج معين رح نفطل مثلا برنامج اكس افضل من برنامج السوليد كام لو سألناه من اي ناحية افضل برنامج اكس افضل من برنامج السوليد كام فراح يقول مثلا من ناحية الجودة جودة المشغولة في حال شغلناها باستخدام برنامج اكس رح تكون افضل في حال شغلناها باستخدام برنامج سوليد كام. طبعا نحن نحترم جميع الاراء وجميع الاشخاص. لكن لكن هذا يعني البرنامج اكس افضل من برنامج سوليد كام. هذا يعني رأي خطأ مية بالمية. لانهم فيه بالشركة يعني فيه مبارمجين وفيه مهندسين عم يشتولوا على هذا البرنامج. وهذا البرنامج مو مجانا يعني اساسا هو هذا البرنامج مو مجانا. يعني عم بنتفع عم بنتفع سعره سعره مو قليل. فالمهم لهذا شخص هو عندي ثلاثة اسبعه. بالسبب الاول هو بكون منحاز لهالبرنامج للبرنامج اكس. وما بدي يعزب حاله ويروح يتعلم برنامج تاني. وقلل من شأن البرنامج. هو حتى ما يقلل من شأنه. يقول له انا ما بعرف مسلا برنامج سوليد كام. ما عندي اطلاع عليه. فهو بقلل من شأن البرنامج. ومثل ما اسبعه ذكرت. يعني اي برنامج اي برنامج بيكون فيه مهندسين وفيه بيكون مبارمجين عم يشتولوا على هذا البرنامج. فما بحقلنا نحن نقلل من شأن البرنامج اذا نحن ما كنا مطلعين على البرنامج اساسا. السبب الثاني. بيكون المهندس او بيكون الحرافية او بيكون العامل متعود هو على الانترفيس تبع البرنامج. السبب الثاني بيكون الشخص اللي بيستخدم البرنامج متعود على الانترفيس للبرنامج وما بده يتعلم برنامج تاني. والسبب الثالث هو الشائع غالبا والله اعلم. بيكون الكراك مسلا لبرنامج السوليد كام غير متوفر بالدولة او غير متوفر بالشركة. يكون الكراك لبرنامج السوليد كام غير متوفر بالشركة. وغالب انها عبيستخدم البرنامج هو مكراك. فلذلك هو بفضل برنامج اكس. نفضل مثلا هذه الدولة متوفر بالكراك العايد لبرنامج اكس لكن غير متوفر لبرنامج السوليد كام. فلذلك هو بفضل انه يستخدم برنامج اكس. فلحل ثلاثة اسباب هو بيفضل البرنامج اكس وبيل لها مثلا البرنامج اكس الجودته افضل من برنامج سوليد كامب طبعا عزل اقوح من زمن دائما لازم نحن ناخد البرنامج بشكل الرسمي يعني ندفع سعر البرنامج بشكل الرسمي هاي بالنسبة للملاحظتين حاليا خلونا ننتظر لواجهة البرنامج لاحظوا حاليا انا فتحت برنامج سوليد ووركس رح افتح بارت عادي بعد ما انتعلنا على قسم البارت لاحظوا حاليا ان احنا ما عنا اي شي بذل انه انا مسطط برنامج سوليد كامب لحتى نستدعي قوائم السوليد كامب رح نضغط على هذا السهل موجود جانب المسلم نضغط اياد ونفقل قوائم السوليد كامب عندي هون سوليد كامب 2019 هاي النسخة للطلاب في حال انا نشطت هاي النسخة بإمكاني استخدم جميع الاوامر لكن باستثناء استخراج جي كود لكن احنا رح نشتغل خلال هذا الكورس عن نسخة سوليد كامب 2018 في حال 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 حطيت اشارة الصح عند هذا المربع في حال حطيت اشارة الصح يعني نشطت عند هذا المربع في حال اغلقت البرنامج ورجعت فتحت البرنامج سوليد كامب رح تكون منشطة بشكل تلقائي حتى نشطها بشكل تلقائي رح ارجع ضغط على هذا السهم موجود جانب المسنن واضغط على اياد وارجع نشطها اضغط على هذا السهم اما في حال ضغط او عفوا اضغط على هذا المربع اما في حال ضغطنا على هذا المربع ونشطنا هذا المربع مجرد ما نغلق البرنامج ونرجع نفتحه مرة ثانية رح تكون قوائم السوليد كامب منشطة بشكل تلقائي طبعا هذا الأمر يعني في حال نشاطنا هذا المربع رح يأخر من مدة فتح البرنامج طالعوا حواليا هون كاتب لي 3 ثانية رح يأخر من فتح البرنامج 3 ثواني يعني في حال كان البرنامج مثلا بفتح بخمس ثواني برنامج SolidWorks بفتح بخمس ثواني رح تضف له 3 ثواني يعني أصبح المجموع الإجمالي من 8 ثانية من ثواني طبعا ما مو مش شرط كل ما أفتح برنامج SolidWorks رح أستودين برنامج SolidCam فلذلك نحن نلغي تنشيط هذا المربع ومنعيف هذا المربع فقط في حال رح استودين برنامج SolidCam نضغط على هات السهل موجود جانب المسنة ونستدعي قوام SolidCam رح نضغط موافق لهزو ظاهرة هنا عنا إيقونة SolidCam في حال كنا أول مرة عم نفتح البرنامج رح يزار بهذا الشكل ابتداء من SolidCam من SolidCam Part نهاية لSolidCam Operation عنا SolidCam Template كمان بداية من SolidCam Part نهاية لSolidCam Template جميع هاي القوائم عايدة لبرنامج SolidCam لكن جميع هاي القوائم موجودة داخل قائمة واحدة هي SolidCam Operation لحظوا داخل SolidCam Operation عنا أوامر المحورين ونص أوامر المحورين ونص هي نفسها موجودة هون داخل هاي القوائم سوليد كام محورين ونص لحظوا عنا جميع الأوامر غير منشطة السبب نحن حاليا داخل بيئة SolidWorks تحديدا داخل بيئة Part لذلك عنا جميع هاي الأوامر غير منشطة في حال انتقلنا لبيئة SolidWorks رح عفوا لبيئة SolidCam رح تنشرط معنا هاي الأوامر رح تنشرط معنا جميع هاي الأوامر بالنسبة للمحورين نص أو ثلاث محاور أو خمس محاور هاي بالنسبة للقوائم فمتل ما سبق وذكرت نحن ما بنحتاج لجميع هاي القوائم نحتاج فقط لSolidCam Operation حتى داخل SolidCam Operation في عنا عمليات الخراطة وعمليات التفريز مثلا هون لو انتقلنا لثلاث محاور SolidCam ثلاث محاور عنا HSR وعنا HSM SolidCam Operation عنا HSR وHSM HSR هي ثلاث محاور للعملية الخشنة وHSM ثلاث محاور للعملية النهائية العملية الفينيشينج وعنا هون داخل محور يوموس عنا I-Machine 2D SolidCam ثلاث محاور عنا 3D I-Machine نفس الامار SolidCam Operation عنا هون I-Machine 2D و3D فرحل تنشيط جميع هاي القوائم ونعيب فقط SolidCam Operation كليك يمين على هذا الشريط ونعيب فقط SolidCam Operation متل ما زبا وزكرت بالنسبة لمحتوى الكورس راح نشرح المحورين ونص وثلاث محاور وعربع محاور وخمس محاور وI-Machine 2D و3D وعمليات الخراطة التورنينج بالنسبة للمحورين ونص أو قبل ما ننتقل لتعريف المحاور راح تكون الخطة على الشكل التالي راح نشرح اوامر خلونا ننتقل مثلا لبرنامج SolidCam راح افتح مجغولة من SolidCam راح افتح مثلا هاي المجغولة لحظوا مجرد ما انتهى لبرنامج SolidCam عنا هلا جميع هاي الاوامر راح تتنشط مجرد ما اضعط على محاورين ونص راح تظهر عنا جميع الاوامر جميع عمليات التشغيل Face, Profile, Contour, Pocket, Drilling الاخرية بالنسبة لخطة الكورس راح نشرح اوامر محاورين ونص بعد ما ننتهي من الاوامر محاورين ونص راح ناخد تطبيقات تطبيقات تجمع جميع الاوامر الشرحناها داخل امر المحاورين ونص داخل عمليات التشغيل محاورين ونص بعد منها ننتقل لل iMachine2D نشرح اوامرها وناخد عليها الامثلة او تطبيقات بعد منها راح ننتقل لل HSR و HSM نشرح جميع عمليات التشغيل HSR و HSM للعملية النهائية بعد منها نشرح الاوامر العايدة تلات محاور راح ناخد عليهم تطبيقات بعد ما ننهي تلات محاور راح ننتقل لتلات محاور iMachine 3D iMachine بعد منها ننتقل للخمس محاور بعد ما ننهي الخمس محاور يعني ننهي اوامر خمس محاور وناخد امثلة كافية للخمس محاور ننتقل لعمليات الخراطة لعمليات التورنينج لاحظوا حاليا انا فتحت مجهول عايدة لقسم الميلينج لعمليات التفريز عمليات تشغيل التورنينج غير منشطة غير منشطة طبعا احنا راح نعرف كيف ننتقل من عمليات الخراطة لعمليات التفريز نتقل من عمليات التفريز عمليات الخراطة يعني احنا كيف نفتح من الخراطة وكيف نفتح ف хват scary هيا بالنسبة لمحتوى الدورة ولخطة الكورس اما بالنسبة لتعريف المحاور يعني انا من بداية الدريق بداية وہا نص وثلاث محاور پ SAM بالنسبة لتلت محاور و خمس محاور ا out بتوقع مفهومة 边دي محور ايكس ومحور واي وマ اوو با وك بخصة محورى ومصص ومحورى بالنسبة الى اي مشين 2d و3d رح رح لتجد مفصل لكن حاليا رح بشكل سريع بالنسبه الى اي مشين 2d و3d انا غير مضطر Jumping with socializing لحتى اعرف له السريعاد التوزي الى سرعة الدوران غير مضطر عرف له سرعة الدوران أو سرعة التغذير هو رح يحسبها بشكل تلقائي بناء على العد اللي أنا رح أستخدمها بناء على أدوات القطر رح أستخدمها بناء على مواصفات الماكينة يعني مثلا لو أنا استخدمت I-Machine لحتى أشغل هذا القسم لو استخدمت I-Machine 2D أو 3D لحتى أنا أشغل هذا الصفح فمثلا لنفترض هو كان عند هاي النقطة عند هاي النقطة أخذ سرعة التغذية معينة أخذ سرعة الدوران و سرعة التغذية معينة في حال تال لهاي النقطة و لهذا القوس رح تتغير عنده سرعة التغذية و سرعة الدوران بناء على الماتيريال الماتيريال المشغولة وبناء على عادات القطع المستخدمة رح يغيرها هو بشكل تلقائي طبعا مجرم نحن ننتقل لأله مثل ما سواء بسكرت رح نشرحها بشكل مفصل لأي ماشين 2D و 3D لكن حاليا خلونا بتعريف المحاور محورين و نص على أي أساس نحن نحكم محورين و نص أو 3 محاور أو 5 محاور رح أفتح مشغولة تانية تم تشغيلها بأوامر محورين و نص open طبعا هاي الأمثلة مرفقة مع البرنامج مجرد ما نحن نسطب البرنامج رح تكون هاي الأمثلة مرفقة مع البرنامج لاحظوا هاي المجهولة تم تشغيل هاي المجهولة بأوامر المحورين و نص بأوامر المحورين و نص بالنسبة لأوامر المحورين و نص هي العمليات السهلة مثل عملية الفيس البروفايل الكنتور الباكات الدريلين السلوت التي سلوت لكن على أي أساس نحن نحكم عليها هاي محورين و نص أو 3 محاوات في حال مثلا استخرجنا الجي كود لهاي العملية click يمين عليها أو ضغطين متكررات واستخرجنا الجي كود لهاي العملية التشغيل في حال كانت كاتب قيمة الـ X قيمة المحور X بسطر عفوا قيمة المحور X و قيمة المحور Y بسطر و بسطر منفصل قيمة المحور Z فهاي بتكون المجهولة تم تشغيلها أو بيكون هذا الأمر تم تشغيله باستخدام محورين و نص باستخدام أوامر المحورين و نص بس حاليا عم طلع على سطر تكون مكتوبة فيه قيمة الـ X و الـ Y بسطر و قيمة Z بسطر تاني لكن لاحظوا بهذا الجي كود ما في أي سطر مكتوب فيه قيمة 3 محورين بسطر واحد عنا فقط قيمة الـ X و الـ Y بسطر لاحظوا مثلا بسطر 168 عنا قيمة الـ X و الـ Y بسطر و قيمة Z بسطر تاني بسطر منفصل لكن في حال كانت قيمة Z مكتوبة بالسطر 168 يعني جانب قيمة الـ X و الـ Y فهي رح تكون مجهولة تم تشغيلها بأوامر 3 محور حرجة أفتح أمر تاني عملية تشغيل تانية لاحظوا مثلا بسطر 150 عنا قيمة الـ X و قيمة المحور X و قيمة المحور Y أما قيمة المحور Z بسطر منفصل هاي القيمة هاي القيمة لو كانت مكتوبة بالسطر 150 فرح تكون هاي المجهولة تم تشغيلها بأوامر 3 محاور لكن بأنه هي مكتوبة بهاي الطريقة فهذا الأساس حكمنا نحن عليها أنه هاي المجهولة تم تشغيلها بأوامر محورين ونص يعني في حال كان جيكو بهاي الطريقة مكتوب بهذا الشكل قيمة المحور X و قيمة المحور Y بسطر و بسطر منفصل قيمة المحور Z فهاي المجهولة بتكون تم تشغيلها بأوامر محورين ونص نحن لو ضغطنا Simulation simulate انتبه على هاي النافذة عند المحور X قيمة المحور X و Y و Z قيمة X و Y رح تتغير بنفس اللحظة أما قيمة Z رح تتغير بشكل منفصل يعني وقت بتكون قيمة Z عم تتغير رح تكون قيمة X و Y سابتة وقت رح تكون قيمة X و Y عم تتغير رح تكون قيمة Z متغيرة رح أضغط play رح نرجع نمشيها سطر 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 نمشي G كود سطر سطر رح تكون قيمة X و Y متغيرة قيمة Z سابتة رح تكون قيمة Z متغيرة X و Y سابتة هاي بالنسبة للمحورين ونص لو فتحنا مجهولة تم تشغيلها بأوامل ثلاث محاور طبعا نحن نستخدم ثلاث محاور في حال كانت المجهولة عبارة عن أوليب فلذلك نحن نستخدم ثلاث محاور لأوليب أو لسطنبا ثلاث محاور تماما لو استخرجنا G كود لهذا الأمر بتجي كود مفروض يكون تكون مكتوبة قيمة المحور X و قيمة المحور Y و قيمة المحور Z بنفس السطر مثلا بالسطر 200 عندنا قيمة المحور X و قيمة المحور Y و قيمة المحور Z مكتوبة بنفس السطر لكن ممكن بنفس الجي كود يكون مكتوبة قيمة X و Y بسطر و في سطر منفصل قيمة المحور Z لكن داخل هذا الجي كود من الشرط من الشرط يكون مكتوبة قيمة 3 محور بسطر على الأقل على الأقل لازم تكون مكتوبة قيمة المحور X و قيمة المحور Y وقيمة المحور Z مكتوبة بنفس السطر على الأقل لو كان بسطر واحد لاحظوا مثلا بسطر 178 و 164 عفوا 176 و 178 قيمة X وال Y وال Z قيمة 3 محاور مكتوبة بنفس السطر ونحن لو ضغطنا Simulation راح نلاحظ عنا قيمة 3 محاور عبتتغير بنفس اللحظة لاحظوا أنا حاليا عم بضغط على هذا السهم عم بضغط على هذا الأمر فمعناها أنا عم مشي الجي كود سطر سطر عم مقرأة سطر سطر لاحظوا عنا قيمة 3 محاور عم تتغير بنفس اللحظة حاليا فقط قيمة X وال Y هي العم تتغير أما قيمة Z فهي سابتة صاروا يتغير بالتلاتة مع بعضهم السبب أن القيمة 3 محاور كانت مكتوبة بنفس السطر في حال سبت قيمة Z سبت قيمة محاور Z لكن عم بضغط قيمة X وال Y فمعناها قيمة X وال Y مكتوبة بسطر أما قيمة المحاور Z مكتوبة بسطر منفصل لو فتحنا مشغولة تم تشغيلها بأمر 5 محاور فهوامر 5 محاور فهوامر 5 محاور ضغطنا متكررات على هذا الأمر واستخرجنا G كود المفروض تكون مكتوبة قيمة 5 محاور بنفس السطر قيمة المحاور X و قيمة المحاور Y وال Z وال C وال A رهز مثلا بالسطر 118 أو 120 لدينا قيمة المحاور X و قيمة المحاور Y و قيمة المحاور Z و قيمة المحاور C و قيمة المحاور A و ضغطنا سموليشن و ضغطنا ماشين سموليشن انتبهوا لعاية النافذة مكتوبة قيمة المحاور X و قيمة المحاور Y و قيمة المحاور Z و قيمة المحاور C وال A قيمة جميع المحاور رح تتغير بنفس اللحظة قيمة جميع المحاور رح تتغير بنفس اللحظة السابق قيمة الخمس محاور مكتوبة بنفس السطر لو ضغطنا ران لاحظوا تغير قيم الخمس محاور بنفس اللحظة بالكورس السابق سبح وشرحنا المحاور بشكل مفصل المحور AXYZCا بالنسبة لتعريف المحاور وراح ننهي هذا الدرس رح ننهي الدرس الأول نشوفكم على خير بالدرس الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة